مرحبا أعزائي الصغار اليوم سنتعلم مع بعض النصائح عن كيفية التعامل مع الحيوانات الأهلية وطرق العناية بها أحب الحيوانات الأهلية وأحميها إذن أخصص لها مأوى مناسبا أوفر لها غذاء كافيا غير ملوث أحافظ على نظافتها أحرص على تلقيحها في مواعيد مضبوطة أحميها من المخاطر وحوادث الطريق أخذها إلى البيطري إذا مرضت أحذر حركاتها المفاجئة أغسل يدي جيدا بعد أن ألمسها والآن دعونا ننشد معا للطاووس ونتغنى بمنظره الفتان الطاووس انظر إلى الطاووس بريشه البديع يختال كالعروس في ثوبه الرفيع وذيله الفتان قوس السحاب الزاهي تمتزج الألوان في حسنه الإلهي ألوانه أمواج وفوقه قوس قزح متوج بتاج عنوان حسن وفرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر